السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و مرحبا بكم في قناة مطبخ مريم اليوم سوف نديروا مع بعض خبيزات صغر محشيين طيب في المقنى يجو بنان وخفاف بزيف خاصة نزهات التحكم و الخرجات هنا نبدأ مباشرة بالنسبة للحشو عندي زجبصلة كبار قطحتهم كما راكم تشوفوا ملف في الكحل و راينا نحمر فيهم على نار متوسطة راح نضيف لهم ففل احمر في الحلو احمر اللي ما عندكم تقدروا تديروا تاني كالخضر و تاني عندي نصف صدر الدجاج اللي كنت اطحنته هذا هو نبدأ نقلي مع بعض هذ المكونات و بعد نضيف صدر الدجاج يعني مفروم صدر الدجاج و كذلك راح نزيد مع الاخير شوية من الكوركم نضيف مفروم صدر الدجاج كما راكم تشوفوا و نبدأ هكذا نفتح فيه نطيبه يعني حتى كي يدخلهم مليح طياب و حيطلق المتاع و هاداك ما بعد نخليه حتى كي ينشف تماما من هاداك المارق و نطفي عليه و نخليه يبرد دايما نبدأ بالحشو يعني الحشو لازم يكون بارد يكونوا راح ندروا في اي عجين خاصة يعني العجينة لفارخ ميرة هكذا كما راكم تشوفوا هنا راح نبدأ و ندروا العجينة 500 غرام من الفارينة طاحين أبيض كوب 250 مليلت خمين سميد رقيق جدا ربع فنجل من الزيت العادي ملعقة كبيرة من الملح نص ملعقة صغيرة من خميرة الحلوة ملعقة كبيرة من السكر و ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية خميرة الخبز سوف نضيف المكونات مكتوبة التحت في صندوق الوصف و كذلك في تطبيق المعجنات و المملاحات سوف نضيف المكونات مكتوبة و كذلك في صندوق الوصف نخلط كم المكونات الجافة و راح نجيب الماء الدافي كي نلم به لاجينة تقدروا تلموه بالحليب بيجيكم تاني كاخف و جي يعني فيه بنا خاصة بسعرنا هنا ندرتوب الماء الدافي هنا راح نضيف الزيت في الاخير بشجي العجينة تحكم مرطبة و هذا هو قوام العجينة تحنا لازم يجيكم يتلاسق نكمل الناجينة لمدة خمسة دقائر ثم نغطيها و خليها تخمر لمدة نص ساعة ننزلها الخميرة و نعاود خليها تخمر مرة ثانية هنا بالنسبة للحشو بعد ما برد هذه المسا خاصة اللي يحب الحار يضيف الهريسة نضيف هنا قليل من جبن موزاريلا إلا عندكم ما عندكمش أي نوع جبن عندكم تقدروا تضيفوه بالنسبة للحشو و كذلك لا تقيدوه أحدثهم قد تخرجوا على غفلة أو الوحشو شوفوا ما عندكم في الثلاجة و ما عندكم في بلاكرتك فضاء بطن و و والحم و فروم ما عندكم خلاص لهم فقط بالخوضر عجينة عبادة خمرة مرتين نزلت لها الخمرة ونشكل كما راكم ترى كرية بهذا الحجم من بعد خليته مرتاحه لمدة عشر دقائق ونفتحه بالوحدة كما راكم ترى ونضع الحجم ملعقة كبيرة تكون معمرها مليح نغلق بهذا الطريقة يجب أن تستمر ملعقة تحتاج لخبيزات من بعد تحشوهم ونفتح البحر ونفتح البحر يجب أن تكون ملعقة ملعقة ونفتح بفنق نكمل لنا الكمية كاملة ونفتحوا بشكل كامل ونفتحوا بشكل كامل صعب خلي بالضبط ثقائهم مفتح البحر نقلب اللون الذهبي نقلبها نأخذ هذه الفرشة ونأخذ الزيت وندهن بها من فوق ونقلب ونظور كما راكم تشاهدوا في كل مرة نكمل كامل خبيزة التوعيم كما راكم تشاهدوا دائما ما هذه الفرشات والزيت ندهن كما راكم تشاهدوا وكملت كامل الكمية خبيزة التوعناق ما شاء الله خفاف ويجو تانيك يعني بنان أقسم لكم حبة كما راكم تشاهدوا كيف يأتي من الداخل يأتي خفيفة واسفنجية في نفس الوقت كما راكم تشاهدوا جربوا هاد الوصفة وتعجبكم ودخلوا لي تعليقات كل عادة وقلكم ربي يحفظكم وبرك الله وفيكم على الدعم التحكم المتواصل للقناة وهي قناتكم وانا دايما معاكم ان شاء الله واتنسوش جامل الفيديو وبرتش دايما وقلكم اليوم ملتقى ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة